موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصواء كل أسبوع نقابلكم جمعة وسبت من تسعة لعشرة ونصف في رحلة ثقافية بنتمتد مع حضراتكم على مدار ساعة ونصف بنحاول فيهم نعمل وقفات ثقافية متنوعة كتب كتير بنحاول أن نحن يعني جوه الحلقة يبقى فيه محتوى متنوع بنروح معاكم جغرافيا وتاريخ فنون وعلوم وأداب وثقافات متنوعة حتى ثقافات الشعوب الأخرى بنحاول أن نعدي عليها مع حضراتكم وكل ده بنحرص أن نحن نجيب أفضل وأدق الكتب والأكثر مصداقية بنختصر مع حضراتكم حاجات كتيرة وبنحرص أن الوقت يكون خفيف وسريع عشان حضراتكم تستمتعوا بأكبر قدر ممكن من الثقافة والمعرفة وأيضا ضيوفنا بنحاول أن نحن نحرص دايما يكون عندنا ناس عندهم رحلة إنسانية مفيدة وثرية ممتلئة بالثقافة وبالإبداع وبالفكرة نهاردة مع حضراتكم في وقفة مختلفة طبعا بفكركم دايما بصفحتنا على السوشيال ميديا صفحة المساء مع قصواء وبنتواصل مع حضراتكم دي صفحتنا بننتظر منكم الرسائل بننتظر منكم التعليقات الإيجابية اللي بتبعتوها كلها كلام جميل وحلو شكرا لكم مقترحاتكم كلها على عيننا وراسنا والناس اللي بتبعت كتابات معينة أو قراءات معينة عندها أو ترشيحات معينة كل الحاجات دي بناخدها بعين الاعتبار وبنهتم بيها وبنرد عليها دايما بفكركم في كتب كتير حضراتكم بتسألوا عنها وشخصيات كتير اعملوا بحث باسم البرنامج هتلاقوا معظم الحاجات دي لان كل حلقة وكل يوم كل ما نفتح نلاقي تقريبا تكرار في نفس الإطار أو في نفس التساؤلات الخاصة بالكتب وبهذه الأمور خليني أقول لحضراتكم كمان انه من صفحتنا بيجينا كمان التعليقات مختلفة بيبقى فيها يعني نصائح مختلفة بيبقى فيها مقترحات كل الحاجات دي بتفيدنا فعلا فإن احنا نطور من شكل البرنامج مبسوطة جدا بالدعم الكبير اللي تلقيناه من حضراتكم على مدار الفترات اللي فاتت وطبعا النهاردة في يعني تعتبر هذه الحلقة هي الحلقة الخاتمة لسنة 2020 بالنسبة انه ان شاء الله نقابلكم السنة الجاية في 2021 في بداية هذا العام بعد كم يوم ان شاء الله ويا رب تكون سنة سعيدة على حضراتكم وبقول لكم ان 2020 ربما كان فيها الكثير من الأمور اللي مش حلوة وحاجات كتير ديقتنا وزعالتنا لكن كمان كانت فريقة بالنسبة لنا وكانت فاصلة في ان احنا عارفنا كم من نعم الكبيرة جدا اللي ممكن نكون ما كناش حاسين بيها شايفانها حاجات عادية وحاجات بسيطة شافنا مع الوقت انها كانت حاجات مهمة جدا بالنسبة لنا وكانت نعمة كبيرة جدا يمكن ما كناش واخدين بالنا منها الحاجة التانية انه دايما بفكر حضراتكم بالتفاقل نتفاقل دايما ونجد الخير بأمر الله سبحانه وتعالى فكل اللي فات كان فيه حاجات مش لطيفة لكن ان دايما فيه اكيد حاجة ايجابية جميلة جوه حاجة مش حلوة او حاجة ظاهرها مش حلوة لكن بطنها حلوة بنشوف دايما نص الكباية المليان وبنركز عليه ونحاول نعدي الحاجات اللي مش حلوة الناس اللي تضررت من حاجة ربنا ان شاء الله عوضوا كبير وحيعوضوا مخير الناس اللي انزعجت من حاجة ان شاء الله اللي جايه حيكون احسن وعشامنا في ربنا كتبير ان سنة عشرين وواحد وعشرين تكون سنة مختلفة وجميلة ومليانة خير وفضل وبركة من ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله والشكر الله على عشرين وعشرين اللطف ربنا بينا كان كبير فيها الحمد لله خلينا نقول لحضراتكم بقى فقراتنا النهاردة ايه فقراتنا النهاردة من الكتب العلمية والغرائب والحكايات الغريبة النهاردة جايبين لكم حاجة كمان مناسبة ختام السنة عملنا بحث كده مهم جدا عن حاجة هتلفت نظر حضراتكم وتعجبكم جدا اللي عنده اطفال يخليهم يعودوا يتفرجوا هينبسطوا جدا كمان هنروح معاكم ليه حكايات الاغاني وكل الحاجات دي وبعد كده هنروح مع حضراتكم للفقرة الاولى الفقرة الاولى دايما بيبقى فيها كتاب النهاردة جايبين كتاب انساني في الفقرة الاولى كتاب صحفي مهم جدا ضيفنا النهاردة اللي منورنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبدالقادر شهب هنكون في وقفة مع سرته الذاتية ومع محطات كثيرة متنوعة في حياته ودائما بيتحدث بأراءه وافكاره وعنده الكثير من الكتب الحقيقة فيها الكثير من الافكار تستحق التوقف عندها باهتمام وبتدبر لكن كمان النهاردة يكون وقفة مع سرته الذاتية الفقرة الثانية في صالون المساء يكون معنا الفنانة القديرة الرائعة البسيطة الاستاذة حنان يوسف بضع حضراتكم للاستمتاع معنا بهذه الوجبة الانسانية الدسمة اللي بنفكها مع حضراتكم ونخليها خفيفة ولطيفة ومع ضيوفنا الكرام خلينا نقول لحضراتكم بقى البداية نبدأ معاكم من الغرائب كل حلقة بنروح معاكم في تاريخ ومن التاريخ دايما بيبقى عندنا حكايات من التاريخ العسكري حكايات من تاريخ الملفات الاستخباراتية في العالم تاريخ الجاسوسية في العالم تاريخ الحروب معارك وحاجات زي كده النهاردة حاجة مرتبطة برضو بتاريخ المعارك في العالم والأحداث العسكرية لكن كمان فيها حاجة من الحاجات الغريبة جدا بالنسبة للحظ الإنساني أو بالنسبة للأقدار مع البشر الكتاب اللي اخترناها لحضراتكم النهاردة واحد من الكتب المهمة جدا للكاتب مايكل بورجند وده صدر سنة 2019 هتلاقوا النسخة اللي موجودة باللغة الإنجليزية ترجم لأكتر من اللغة للأسف مش من ضمنها اللغة العربية فبفكركم بالترجمة الفورية اللي دايما يعني ايه بتسهل الأمور كتير الناس اللي بتشوف الترجمة بتاعت جوجل والحاجات دي لما بنفتح الصفحات بيبن قدامنا الترجمة لنشغل الترجمة اتقرب لنا المعنى بشكل كبير اقروا الكتاب ده هيعجب حضراتكم بس جايبين لحضراتكم مختصر من قصة من قصص هذا الكتاب طيب الكتاب اسمه هيريشتيما وانا جزاكي القصف الذري الذي هز العالم احنا عارفين طبعا انه يعني قلقية على اليابان ده طبعا غلاف الكتاب طبعا شكل عيش الغراب ده حضراتكم عارفينه الناجم من القاء القنبلة الذرية ويعني صورة شهيرة جدا حتى في تاريخ الصور جبنا لحضراتكم حكاية الصورة اللي قدام حضراتكم على غلاف هذا الكتاب طيب خلينا نقول للقصة ايه القصة انه فيه سيد ياباني رجل ياباني اسمه ياما جوتشي ياما جوتشي ده من موليد 16 مارس 1916 دي صورته قدام حضراتكم القصة موجودة في الكتاب بشكل مفصل جابين لحضراتكم مختصر طيب ولد فيه ناجزاكي كان شغال فيه واحدة من شركات الصناعات الثقيلة في الثلاثينيات القرن الماضي طبعا بعد فترة اشتغل في هذه الشركة طور من نفسه وإلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية هو طبعا كان عنده موقف وكان عنده بعض الأراء السياسية التي لا يؤخذ بها في هذا التوقيت لأنه كان يعني مواطن عادي ما كانش له أراء سياسية ولا أفكار يعول عليها في هذا التوقيت المهم أنه في 6 أغسطس 1945 هذا الرجل اللي اسمه ياما جوتشي كان موجود في منطقة هيروشيما كان فيه رحلة مبعوث من المنطقة اللي هو شغال فيها أو المؤسسة الخاصة بالصناعات الثقيلة هي موجودة لحد دلوقتي فمنش هنقول اسمها لأنه يعني واحدة من شركات صناعات السيارات العملاقة فيعتبر دعاية فمش هقول لحضراتكم لكن لما تقروا هتعرفوا اسم الشركة كان موجود فيه في هذه المنطقة ريح من نجازاكي لهيروشيما عشان عنده شغل رحلة عمل بيتابع بعض الخطوط التوزيع والحاجات الخاصة بهم في هذه المنطقة كان موجود انتهت رحلة العمل بتاعته بعد 3 شهور المفترض أنه راجع على نجازاكي مرة تانية من هيروشيما في اليوم ده توجه هو وزملائه إلى محطة القطار عشان يستقل القطار ويذهب إلى نجازاكي مرة تانية لكن تذكر أنه شوفوا بقى القدر تذكر أنه نسي وثيقة ورق مهم جدا متعلق بالرحلة بتاعته في مكان إقامته فرجع تاني للمنطقة اللي كان موجود فيها في طريق العودة وصولا إلى هيروشيما ألقيت القنبلة الذرية الأولى على هيروشيما لما حصل كده وأسقطت القنبلة الذرية على هيروشيما طبعا تضرر لكن كان على مسافة بعيدة نوعا ما لكن أصابه ضرر كبير جدا هو بقى حكى بعد كده وقال قصته وقال أنا تعرضت الإغماء تعرضت العمى مؤقت تعرضت لحروق شعاعية خطيرة جدا تعرضت للصمم ويعني كل الأضرار اللي لحقت به كما اللي لحقت بالمحيطين منه في هذا البعد أو في هذا الامتداد من موقع إلقاء القنبلة نقل إلى المستشفى بعد ذلك وفي اليوم التالي طبعا كان يعني الأعراض راحت منه شوية فقرر إنه سريعا يتوجه تاني يوم إلى ناجزاكي عشان يروح لأسرته ويواصل رحلة العلاج بتاعه هناك لما وصل لناجزاكي في اليوم التالي اللي هو يوم 8 أغسطس توجه إلى ناجزاكي وكان مريض جدا وحاطت يعني الأدوات بقى أو ضماضات وحاجات بالشكل ده مجرد ما وصل ناجزاكي ألقيت القنبلة الذرية الثانية على ناجزاكي تعرض لنفس الأضرار لكنه كان على برضو بعد أو مسافة بعيدة من موقع القاء القنبلة لكن يعني يقال إنه مسافة كيلومترات لكن طبعا أصابته نفس الأضرار طبعا حالات وفاة كثيرة جدا أضرار متعلقة بالإصابة بالإشعاع وكل الأمور الناجمة عن القاء القنبلتين على هيروشيما وناجزاكي هو خد الكارثة في المنطقة دي انتقل في اليوم التالي إلى ناجزاكي تعرض لنفس الكارثة بشكل أكبر مرة تانية في ناجزاكي تلقى العلاج وفضل مع أسرته بعد شوية لما الدنيا بقى فائت ونصح صحت كده وبدأ يبقى فيه كلام وأحاديث وينتهت الحرب واستسلمت اليابان وكل القصص دي بدأ هذا الرجل ياما جوتشي يتحدث لما تحدث رفع صوته يتحدث إلى العالم وبدأ يلتقي بالصحفيين بدأت الناس تدور على مين اللي ناجم من هيروشيما مين اللي ناجم من ناجزاكي اكتشفوا أنه هذا هو الشخص الوحيد اللي ناجم من هيروشيما ومن ناجزاكي واللي تعرض ليه قنبلة هيروشيما وقنبلة ناجزاكي فحصل على اعتراف رسمي أو إقرار رسمي من الحكومة اليابانية أنه هذا هو الناجي الوحيد والشخص الوحيد الذي تعرض ليه الضرب أو القصف بالقنبلتين أو كان موجود في مكان القصف بهيروشيما منطقة هيروشيما وفيه منطقة ناجا زاكي وبدأ التعامل معاه على أنه الناجي الوحيد من القنبلاتين هنا بدأت الصحافة العالمية وبدأت الناس تتوجه له ويتعامل وثائقي عنه ويتعامل لقاءات ده كل بقى دي كل حاجات جابينها لحضراتكم طبعا ده بحث إحنا كمناه كمان لكن في حاجات موجودة داخل الكتاب وثائق وغيره وصور وحاجات كتيرة جدا الناس اللي هتقرأ هتلاقيها هتلاقي في حاجات يعني إنسانية مؤثرة جدا هذا الشكل الإنساني المؤثر كل الناس خدته بالطريقة دي إلا واحدة من المحطات العالمية وقعت في سقطة مهينة ومسيئة جدا إنها عملت وثائقي عن هذا الرجل بتصف بأنه الرجل الأكثر نحسن في العالم وبدأوا سخرية منه أو ما يشبه السخرية منه في بعض البرامج إنه واخدين الموضوع على سبيل الهزار والسخرية هنا كان فيه وقفة من الحكومة اليابانية وكان فيه وقفة من هذا الرجل والمنظمات اللي بترعى الناجين من هيروشيما ومن نجازاكي ويعني الناجين من الحروب بشكل عام كمان وحصل وقفة مع هذه المحطة اللي لن نذكر اسمها هنا وأطلقت هذه المحطة العالمية الكبرى اللي بتعتبر واحدة من أهم المحطات حاليا أعلنت اعتدار رسمي اعتذرت فيه للحكومة اليابانية واعتذرت فيه لهذا الرجل عن السخرية منه والسخرية من الناجين من هيروشيما ونجازاكي هذا الرجل يعني توفيه سنة 2010 لكن تعمل عنه الكثير من الدراسات لأنه حكى إزاي شاف بعينه نتيجة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وإزاي شاف بعينه مرة تانية وهو كان لسه بدأ يتعافى نتيجة إلقاء القنبلة على نجازاكي وإزاي تجاوز المحنة والأزمة دي نفسيا وإيه اللي تغير فيه وإيه اللي تأثر به وحاجات كده كتير جدا مؤثرة القصة هتلاقوها في هذا الكتاب اللي ذكرت لحضراتكم اسمه كتاب مهم جدا هيروشيما ونجازاكي القصف الذري الذي هز العالم والكتاب للكاتب والبحث مايكل بورجين وصدر سنة 2019 هتلاقوه حضراتكم على الإنترنت وده الغلاف بتاعه دي القصة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة من الحاجات الغريبة وبرضه حبينا نروح عشان ما تبقاش الحلقة فيهاش تاريخ كده بنا نروح مع حضراتكم لحاجات تاريخية طبعا ويلات الحروب مؤلمة ومؤسفة وتأثير الحرب وصداها دايما بيكون مفيش حد يدعو للحرب سليم العقل يعني أي شخص سوي لا يدعو للحرب الحروب وتأثرها والخروج العسكري والاحتلال والتعامل العسكري في شكل عام ده شيء مدمر مهما كنت أنت منتصر لا منتصر في الحروب كل اللي بيأخوض حرب بيتعرض لخسائر وبيتعرض لخسائر مادية وإنسانية وبشرية على كل المستويات ولا يتعافى منها سريعا الحروب كلها خسائر خليوا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية تستمتعوا بيها بقى يعني استعدوا رحلة لطيفة جدا نتذاكر كده وندور في الكتب وفي الحاجات وصلنا مع حضراتكم ليه حكاية من الحاجات اللطيفة إحنا النهاردة بنقترب على رأس السنة ورأس السنة مرتبطة في العالم كله بسانتا كلوز أو بابا نويل بابا نويل بابا نويل حكاية الناس بتشوف الصورة بتشوف اللبس وبتشوف الزي وتشوف راجل لطيف كده موسن ودق نبيضة ولبس ودوم حمراء وكده وقلبوس كده شوية فالناس مرتبطة بالحالة دي وبالصورة دي منتشرة في العالم كله يجيب الهدايا وحطها الأطفال اللي بيسمعوا الكلام والطفل اللي بيسمعش الكلام بقاش فيه هدية ليه والناس بتوعها اتعشم الأطفال ويعني إنها قصة حقيقية وكده فأنا مش هبوزها عشان لو فيه أطفال يسمعوا لحاجة جبنا لحضراتكم النهاردة القصة الأصلية وحكاية سانتا كلوز منين جات فكرة سانتا كلوز هل هي قصة حقيقية ولا لأ هل هو فعلا مقيم في سايبيريا وفي القطب الشمالي وكل الحاجات دي راضي لحضراتكم النهاردة القصة الأصلية لبابانويل أو سانتا كلوز وحطينا كده عنوان بابانويل بين التاريخ والأساطير في العصور الرومانية القديمة كان شهر ديسمبر منذ منتصفه حتى واخره يشتهر في بعض المناطق بمنح العطايا وتبادل الأطعمة والهدايا وتطور الزمان حتى جاء العصر الحديث برمز أيكوني ترسخ في وجداننا منذ الطفولة عن رجل مسن له لحية بيضاء ويرتدي زيا أحمر بإطار أبيض ناصع وغطاء رأس أحمر زاهيا مثلث الشكل وناعم الملمس يسير مبتسما وقورا يجلب الهدايا خفية للأطفال المهذبين عشية عيد الميلاد إنه بابا نويل أو كما يطلق عليها سانتاكلوز ليتضح أنه اسم مشتق من الاسم الهولندي سانتاكلاس المختصر لاسم القديس نيكولاس الذي بحسب كتاب سانتاكلاوز سيرة ذاتية للكاتب جيري باولر كان أسقفا لبلدة رومانية صغيرة خلال القرن الرابع الميلادي حيث نال حب الكثيرين من حوله نظرا للطفه ومحبته ونسجت عنه كثير من الأساطير حتى قيل إنه تخلى عن ثروته وسافر إلى الريف لمساعدة الفقراء والمرضى وإنقاذ الأطفال والصغيرات من الأذى حتى صار يعرف باسم حام الأطفال والبحارة وأصبح الذكر وفاته في السادس من ديسمبر كما قيل عنه عيدا يحتفلون به حيث يعتقد بعضهم أنه يوم مبارك لإقامة حفلات الزفاف أو القيام بمعاملات تجارية كبيرة وبحلول عصر النهضة أصبح القديس نيكولاس هو الأكثر شعبية في أوروبا حتى بعد الإصلاح البروتستانية الذي تمحور حول التقليل من تبجيل القدسيين الذي كان يحدث مبالغا فيه في عصور سابقة حيث احتفظ القديس نيكولاس بسمعته طيبة بين الناس خاصة في هولندا ومع نهاية القرن الثامن عشر انتقلت شعبيته إلى أمريكا بقيام مجموعة من العائلات الهولندية المهاجرة بإحياء ذكر وفاته التي بدأت في الازدياد داخل المجتمع الأمريكية بعد أن نشر الكاتب الشهير واشنطن إيرفانج عام 1809 قصصا لسانتا كلوز في مجموعاته تاريخ من نيويورك وحكايات ناكر بوكار حيث وضع التصور الحالي لشخصية بابانوين بأنه شخص مبتسم يرتدي زيا أحمر معه غليون ويرتفع فوق أسطح المنازل في عربة طائرة ويقدم الهدايا للأطفال المتعاونين المكتهدين ويعاقب المزعجين منهم بعدم وضع الهدية بجوار شجرة عيد الميلاد واستمرت هذه القصة لتحدد ملامح الصورة الخيالية النقصة عن القديس سانتا ومع مرور السنوات سرعان ما بدأ تطور في تلك الشخصية فمع حلول عام 1821 صدر كتاب بعنوان هدية رأس السنة الجديدة وبداخله قصيدة غير معروف كاتبها بعنوان صديق الأطفال ربط فيها سانتا كلوز بأعياد الميلاد وبعد ذلك بعام نظم الكاتب وأستاذ الأدب الشرقي واليوناني كليمنت كلارك مور قصيدة طويلة في عيد الميلاد لأولاده بعنوان زيارة من القديس نيكولاس وكان مترددا في نشرها في البداية بسبب الطبيعة السطحية لمحتواها لكنه نشرها بعد عاما دون الكشف عن هويته التي تعد المسؤولة إلى حد كبير عن الصورة الحديثة لسانتا كلوز بوصفه قزما رائعا سمين الجسم يطير من منزل إلى منزل عشية تعيد الميلاد على زلاجة صغيرة يقودها ثمانية من حيوانات الرنة الطائرة لترك الهدايا للأطفال وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشر كانت الصحف تنشي أقساما منفصلة لإعلانات الكريسماس التي غالبا ما كانت ترفق بصور سانتا الأيكونية وفي عام 1841 زار آلاف من الأطفال مدجرا في فلاد لافيا لمشاهدة نموذج بشري لسانتا كلوز يرتدي ملابسه ويلب الأمنيات وسرعان ما بدأت جميع المتاجر في اتباع تلك العادة لجذب الأطفال وأولياء أمورهم بإغرائهم لإلقاء نظرة على بابا نويل الحقيقية كما يسميه الفرنسيون وفي عام 1863 جسد رسام الكاركاتير الشهير توماس نست قصيدة مور ليخلق الشكل الأولى لسانتا كلوز المطابقة لصوره الحالية حيث ظهر في مجلة هاربرز وايكلي على أنه رجل بدين ومبهج وله لحية بيضاء كاملة ويرتدي بدلة حمراء ويحمل كيسا مملوءا بألعاب الأطفال المحظوظين ويقطن في منزله بالقدب الشمالي مع زوجته والأقزام الذين يصنعون الهدايا في ورشته وعربته طائرة الشهيرة المحملة بملايين الهدايا الخفية ونظرا لشعبية سانتا كلوز الطاغية في الولايات المتحدة حدثت هجرة عكسية لها لتنتقل إلى أوروبا وتنافس الأيكونات المماثلة لها كشخصية جولت موتن في الدول الإسكندنافية وهو قزم مرح يقدم الهدايا على زلاقة تجرها الماعز وفي روسيا توجد السيدة بابوشكا التي انبثقت من أسطورة لإمرات تقوم في الخامس من يناير من كل عام بزيارة الأطفال الروس أما في إيطاليا فهناك إمرات أيضا تدعى لابيفانا وهي ساحرة لطيفة تركب عصى مكنسة لتهبط من مداخل المنازل الإيطالية لتوصيل الألعاب إلى الأطفال المحظوظين وهو ما دفع بعض الدول مثل جمهورية الاتشيك وهولندا والنمسا وأمريكا اللاتينية إلى محاربة ذلك الرمز لأنه يمثل الجانب العلماني لعيد الميلاد على حساب الدينية أو بوصفه أيقونة غير محلية ومستمدة من الخارج حفاظا على هويتهم وتراثهم حتى تشكلت حرقات قوية مناهرة لسانتا كلوز الفكرة لمحاولتهم الحفاظ على العادات والتقاليد الخاصة بعيد الميلاد في بلادهم وحماية رموزها من النسخة الأمريكية الأشهر في العالم التي نجحت رغم ذلك في أن تصبح رمزا أيقونيا لعيد الميلاد يحمل اسم سانتا كلوز أو بابا نويل وإلى صورة المساء مع قصواء والصورة النهاردة نروح مع خضراتكم الحاجة من الحاجات برضو اللطيفة كده والإنسانية ونقف معاكم برضو وقفة مع الأطفال في واحدة من المجلات العلمية 12 مقال سنة 1974 المقال ده كان فيه شهر فبراير وكان بعنوان لحظات لا تنسى تم التقاطها في فيلم للمصور جاك برادلي المصور جاك برادلي كان واحد من المصورين في التوقيت ده بيعمل ما يشبه الوثائقي وبيعمل زي أفلام بتوثق حاجات علمية وكانت بيبيع هذه الأفلام وكان بيتم التعامل عليها وكمان كان بيلتقط صور بيبيعها للمجلات العلمية وأشياء من هذا القبيل طيب الصورة الملتقدة من جوة الفيلم ده كانت بتتكلم عن إيه؟ الفيلم كان بيتكلم عن فكرة أنه الأطفال اللي فقدوا السمع وإزاي الأبحاث العلمية بتحاول في الوقت ده نتكلم سنة 1974 من الأبحاث بتحاول توصل لحاجة يتم فيها يعني معالجة هذا الصمم اللي أصيب بي الطفل أو أنه كان مولود بيه فبيتم علاجه في مراحل متقدمة بعد مروره مثلا بسنوات الطفولة أربع سنين أو خمس سنين واحدة من الحالات اللي تعرض لها هذا الفيلم والتقطة صورة كانت هي أول صورة من النوع ده هتشوفوها حالة مع حضراتكم دلوقتي الصورة دي ليه؟ الطفل هارولد هارولد ده عمره خمس سنين كان مصاب وحالة صمم أو كان ما بيسمعش ببساطة وبعدين تلقاه واحد من الأطباء وفضل مسر أنه حيعالجه طبعا كل الناس قالت له لا الحالة اللي عنده حالة صعبة ومش هتقدر تعالجه وحاجات زي كده لكن فضل عنده إصرار أنه حيقدر يعمل حاجة سماعة أو شيء من هذا القبيل طبعا شكل علمي دقيق وفي الوقت ده كان لسه الموضوع ما يطورش بقى لزراعة القوقاع وكل الحاجات دي فكان مجهود كبير من الدكتور والفريق اللي معاه أنه هم يحاولوا يخلوا الطفل ده يسمع بالفعل في يوم فضلوا خطوة ورا خطوة وبعد فترة قدروا يوصلوا للحظة أن الطفل ده يركبوله السماعة اللي حضراتكم شايفينها ويسمع اللحظة دي اللي حضراتكم شايفينها والركز وتفاصيل الصورة شوفوا نظرة طفل ده هات الصورة كلها يا أحمد دي أول مرة يسمع فيها الطفل هارولد اللي عمره خمس سنين من يوم ما تولد أول صوت يسمعه وأول حاجة يسمعها في حياته كان المصور ده موجود التقط الصورة كانوا متفقين أنه يعني يكونوا موجودين كون في فريق موجود لأنه الدكتور تخيل أو عرف أنه السماعة اللي هو اشتغل عليها هو والمجموع اللي معاه هتشتغل ويه الحاجات اللي عملها للطفل قبل كده العلاج والحاجات دي هتخلي الطفل يسمع في اللحظة دي هنا المصور جاك برادلي التقط الصورة اللي حضراتكم شايفينها لهذا الطفل هارولد وهو أول مرة يسمع في حياته وعمره خمس سنين شايفين حضراتكم بقى النظرة يعني اندهاش سعادة قلق ارتباك مشاعر بريئة جدا مشاعر طفل بيسمع لأول مرة فكانت دي الصورة الأولى من نوعها بعد كده حضراتكم شفتوا الأطفال الحمد لله يا رب على كل شيء وربنا يشفي كل مريض يا رب إن شاء الله ويبرك في كل أطفالنا بمناسبة الظروف اللي عدينا فيها والعام اللي جاي إن شاء الله يكون أحلى للجميع حضراتكم عارفين في فيديوهات لأطفال بيسمعوا لأول مرة أو لناس بتسمع لأول مرة فيديوهات بتعمل مشاهدات كبيرة وبتبقى مؤثرة جدا صاحب الفكرة الأولى في الموضوع أو صاحب توثيق هذه اللحظة لأول مرة في العالم كان جاك برادلي وثق الصورة اللي احنا شايفينها للطفل هارولد اللي حضراتكم شايفينه ودي لحظات السمع لأول مرة وده رد فعله على أول صوت يسمعه في حياته بعد خمس سنوات ما بيسمعش فيهم أول مرة يسمع الطفل هارولد الصورة اللي حضراتكم شايفينها ده رد فعله دي الصورة اللي حبينا نجيبها لحضراتكم النهاردة وحبينا يعني نقف مع حضراتكم فيها خلينا نروح مع حضراتكم بقى ليه ختام هذه الوقفة ونسيب مع حضراتكم تستمتعوا عشان ننتقل إلى الفقرة الأولى في المساء مع قصوى ونسيب حضراتكم مع واحدة من الأغاني الرائعة جدا ونهي دي الفنانة فايزة أحمد تغنت بيها وطبعا أول ما أقول كده هتفتكروها على طول حضراتكم حمال الأسية حمال الأسية ظلمينك حبيبك وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب يعني حاجة محزنة جدا ولكن طبعا الموسيقى واللحن والغنى والستة فايزة كانت حاجة رائعة جدا حسيب حضراتكم تسمعوها كلمات الشاعر حسين السيد وألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قصة الأغنية باختصار كده إنه الشاعر حسين السيد كان كاتب الكلمات دي عرضها على الستة فايزة مع حفظ الألقاب للجميع اتبسطت منها قرروا إنه هم هيغنوها محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير وكلهم كبار طبعا اشتغل عليها ولكن كانوا عايزينها لفيلم امسك حرامي الفيلم ده اتعمل فيه نهاية الخمسينيات يعني أواخر الخمسينيات تقريبا من الانتاج بتاعه فلاحظ هنا محمد عبد الوهاب إنه حسين السيد عامل يعني قصيدة مطولة وفيها كلام كتير وهي الأغنية عايزين يعني حاجة صغيرة على قد الفيلم عشان الفيلم خفيف والأغنية تبقى خفيفة داخل الفيلم فطلب من حسين السيد قاله أنت لازم تختصر كبليهات كتيرة جدا من الأغنية دي وفعلا تم مجموعة كبيرة من الأبيات والمقاطع اللي كان حاطتها الشعر كبير حسين السيد وتغنت الأغنية بالشكل اللي حضراتكم شفتوه تعمل لحنة رائع جدا وتغنت بالفعل فيلم امسك حرامي في نهاية الخمسينيات سيب حضراتكم تسمعوها مع الصوت الرائع فنانة الكبيرة فايزة أحمد ورحمة الله على الجميع شعر كبير حسين السيد والراحل الموسيقار المبدع المجدد محمد عبد الوهاب حمال الأسية ظلمينك حبيبك وبتنسى الأسية طول عمرك يا قلبي بينسوك الحبايب ولو طال الغياب تروح تسأل عليهم ولا يردوش جواب صحفي بدرجة مقاتل وكاتب وسياسي بدرجة مفكر وأديب نجح في أن يصنع لنفسه مكانا بارزا في بلاط صاحبة الجلالة متأثرا بمسلك العظماء إنه الكاتب الصحفي الكبير عبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال الأسبق ولد شهيب في حي شبرى بعبقه التاريخي وزخمه الثقافية والتحق بتجنيد القوات المسلحة المصرية عام 1969 وعمل ضابطا بالتوجيه المعنوية ظل بعدها متأثرا بفترة خدمته الوطنية بالجيش المصري في حياته بعدما اكتسب خبرة كبيرة أكسبته مزيدا من الإصرار على أن يخوض معارك واقفا على أرض صلبة هي قناعاته الوطنية كما اكتسب الكثير من قواعد الحنكة السياسية عبر التحقه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1965 مرافقا عددا من نجوم السياسة الحاليين لكن ميوله الصحفية غلبت تخصصه العلمية ليرسم لنفسه مسارا صحفيا متميزا عمل عبدالقادر شهيب في مجلة روزيليوسف عام 1975 وقد فصل منها إثر اتهامه بالاشتراك في مظاهرات السابع عشر والثامن عشر من يناير وبعد الحكم ببراءته عاد ليستكمل تفرده الصحفية ومعاركة قبل أن ينتقل إلى دار الهلال التي ترقى فيها حتى تربع على قمتها وخلال مسيرته كشفت رأوه السياسية عبر كتاباته وأحاديثه عن وجهات نظر معتدلة إلى حد كبير حتى في تقييمه لتاريخ الرئاسة المصرية كما أنه لم يتوافق مع انحيازات كبيرة تحولت إلى أخطاء صار فيها كثير من كبار أبناء المهنة الكاتب الصحفي الكبير عبدالقادر شهيب له عدة كتب ومؤلفات من أهمها أسرى المال السياسية والموساد سقوط الأسطورة والساعات الأخيرة في عهد مرسي ومحاكمة الانفتاح الاقتصادي في مصر الإخوان في الحكم فرصة العمر الساعات الأخيرة في حكم مبارك الصادر عن دار أخبار اليوم لم يكتفي بالتاريخ فقط بل ظل معاصرا للقضايا الآنية حتى إنه أصدر مؤلفا يحمل اسم الفقراء وعاصفة كورونا لتقرأ في مسيرته صحفيا صانعا لنجاحات في أروقة الصحافة وشاهدا على التقلبات السياسية ومقاتلا عمره نصف قرن في بلاط صاحبة الجلالة الكاتب الصحفي الكبير عبدالقادر شهيب يحل ضيفا على صالون المساء مع قصوى الحقيقة النهاردة في لقاء مميز في حضرة واحد من الأسماء الكبرى في السنوات الأخيرة أو على مدار السنوات الأخيرة في عالم الصحافة المصرية والعربية أيضا ضفنا النهاردة متميز في الكثير من المحطات معتدل في الكثير من المحطات ولما تذكر هذا الاسم في الوسط الصحفي اللي بيعرف بعضه بعضا يعني هتلاقي الناس عندها دايما كلمات دقيقة جدا رجل محترم رجل وطني رجل منضبط كتبته منضبطة ووطنية جدا ومحمل بالكثير من الخبرات من خلال عمله في الكثير من المحطات وتنوعه في الكثير من الوقفات في بلاط صاحبة الجلالة المصرية نورني النهاردة الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبدالقادر شهيب أهلا بك وشكرا على المقدمة الجميلة ده حقك علينا ومنور جنيه كلها شكرا لوجود حضرتك معنا أستاذ عبدالقادر يعني تاريخ حضرتك غني عن التعريف محطات حضرتك ذكرناها في التقرير وغيرها الكثير من الناس حتى الجمهور العام يعرفها من خلال كتابة حضرتك أو امتهان حضرتك لهذه المهنة على مدار سنوات طويلة لكن لو حبيت أقف عند محطة دار الهلال دار الهلال مؤسسة عريقة وفارقة كانت بالنسبة لحضرتك بتمثل إيه؟ إيه اللي بيخليها مختلفة عن غيرها من المؤسسات الأخرى؟ كانت بتمثل أشياء كثيرة بس أعتقد أهمها المصداقية دار الهلال أنا ذهبت إليها بتلبية لدعوة أستاذنا الكبير الشيخ الصحف الكبير الشيخ الصحافة الآن الأستاذ مكرم محمد أحمد بعد خلاف حدث لي مع الأستاذ محمود التهامي في مجلة روزا ليوسف الحقيقة ذهبت لأجدام صحفيا ماهرا بارعا حريص على المصداقية مصداقية الخبر مصداقية المعلومة مصداقية المطبوعات التي تصدرها مؤسسة دار الهلال فكانت الحرص على المصداقية كان سمة من السمات المميزة لدار الهلال فضلا عن سمات أخرى كثيرة تبدأ بأنها لديها تاريخ طويل لأنها من تاني أقدم مؤسسة صحفية في مصر وبالإضافة لأن لديها كنوز من الأرشيف المعلوماتي والصور والصور مهمة جدا بترصد ما تعرضت له مصر من كثير من مراحل سياسية وتغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية أيضا فهي كنز صحفي وثقافي مهمة جدا الحقيقة حضرتك ذكرت أنه كان قدوما من روزا اليوسف تقريبا السنوات التي قضيتها في روزا اليوسف كانت قد إيه وكان برضو إيه مكتسبات عبدالقادر شوهيب من روزا اليوسف روزا اليوسف أنا ذهبت لها في أواخل 75 فصلت منها في 79 بعد سنتين من أحداث 18 و19 يناير لسبب بسيط جدا هو الغياب أكثر من أسبوعين عن العمل كنت في هذه الفترة متهما في قضية 18 و19 يناير ولم يكن تم إلقاء القبض عليها ثم تركتها أعدت إليها في 86 رغم أن صدر الحكم في القضية 18 و19 يناير الشهيرة في إبريل 80 لكني كنت الوحيد الذي لم يعود إلى مؤسسة روزا اليوسف وعاد كثيرين قبلي ممن تم فصلهم في 79 أو قبل 79 عدد كبير من الرسامين والكبار الصحفيين والكتاب أنا أعتقد ده كان بسبب موقف من قيادة المؤسسة في هذا الوقت اللي كان بيتولى الأستاذ عبد العزيز خميس رحمه الله عدت من 86 وتركتها في 95 روزا اليوسف مؤسسة أنشأت وظلت وما زالت حتى الآن تكتذب الموهبين المواهب من كل مجال يعني الأستاذ أحمد بها الدين الكاتب نصحف الكبير جدا واللامع رحمه الله كتب فيها بدون أن يعرفه أحد جراح تقدم مقالاته لها بشكل عادي جدا كأي قارئ فنشر أول مقال تاني مقال نشر فوجئ بأن السيدة فاطمة اليوسف مالكة المؤسسة والمجالة بتطلبه وبتعرض عليه رئاسة حرير مجالة صباح الخير كان في مقالة شهيرة بيتقال أن على مؤسسة روزا اليوسف أن اللي ماشي جنب روزا اليوسف ويجد في نفسهما يعني قدرة على أنه يكتب بيرحب به والحقيقة ده أنا استفدته يعني خبرة استفدتها من روزا ولأن قررت أن أنا عندما توليت المسئولية أن أنا أدعم للشباب أول شهر ليا أو أول أسبوع ليا حتى مش شهر في رئاسة حرير مجالة المصور طلبت من الدكتورة ليلى عبد مجيد عميد قلية الإعلام جامعة القائرة ناترا الشحلي أوائل الدفعة وبعضهم الآن من الأسماء اللامعة جدا في مجالة المصور وضر الهلال بشكل عام فده الخبرة التي استفدتها من مؤسسة روزا اليوسف السنوات اللي قضيتها حضرتك في روزا اليوسف والانتقال بعد ذلك إلى دار الهلال والخبرة اللي اكتسبتها من المؤسستين أو العمل في المؤسستين قادر أقول أنه كان النتاج بتاعهم يعني في مراحل بعد ذلك فارق بالنسبة لك في التعامل في الكتابة في إدارة المؤسسة بشكل إداري في الإدارة الصحفية في اجتذاب المواهب كل الحاجات دي قدرت توصل بحضرتك لرئاسة أو للتربع على عرش مؤسسة زي إدار الهلال ده صحيح يعني أنا استفدت كثيرا جدا من أسازة كبار زي الأستاذ صلاح حافظ الأستاذ فاتحي غانم تعلمت منهم الكثير في مؤسسة روزا ليوسف استفدت كثيرا جدا من أستاذنا الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد تعلمت فنون الإدارة من الأستاذ الكبير رحمه الله أستاذ لويس جريس كان يتولى إدارة المؤسسة في عهد الأستاذ عبد الرحمن الشرقوي رحمه الله فكل ده خبرات بتتراكم سنة ورا سنة أو يوم ورا يوم وبتظهر في نهاية المطاف زي الملحن أو الكاتب اللي بيختزن أشياء وبتظهر فيما بعد فظهرت صحفيا في طريقة معالجتي الصحفية يعني أنا مثلا أنا تعلمت من السيدة فاطمة اليوسف أن الصحفي ما فيش حاجة تبتنع عن أنه يتصدى ليها كل القضايا موطحة أنه يتصدى ليها بس يتصدى ليها زي ولها مقولة شهيرة كانت تقول يجرح دون أن يسيل دمان يعني ينتقد ما يريده أن ينتقده دون أن يتحول إلى جرحة حقيقية أصاب من ينتقده بجروح تعلمت من مكرم محمد أحمد أن الصحفي لا ينصب نفسه قاضيا هو يوجه ممكن أن يوجه انتقدات ووجه حتى اتهامات لكنه لا يحكم على من يوجه إليه من الانتقدات ويترك الأمر للقارئ للرأي العام هو الذي يحكم ونحن نقدم له المعلومة نقدم له الرأي وهو الذي يتخذ قراره في نهاية المطاف يعني لا أفرض عصايا عليه على القارئ الخبرات دي كلها تراكمت وأفدتني كثيرا سواء في رئاس تحرير مجلة المصور وقابلها في إدارة التحرير مجلة المصور وإدارة تحرير قابلها كمان مجلة روزة يوسف لفترة من الوقت وأفدتني عندما توليت إدارة المؤسسة أيضا لأن أنا خط معارك كبيرة جدا في هذه الفترة وكنت معني بمستقبل الشباب المنضم للمؤسسة إيه أهم المعارك اللي حضرتك تتذكرها في التوئيد ده أو كانت مؤثرة وفارقة بالنسبة والله في معركة لو تقصد إدارية ولا على حسب المعارك اللي حضرتك تتعلم في معارك صحفية وفي معارك لو قلنا معارك صحفية المعارك الصحفية أنا أذكر معركة متعلقة ببروزة اليوسف ودي كانت أعتقد أبرز المعارك الصحفية في حياتي تقريبا معركة ضد شركات توظيف الأموال لكشف حقيقة شركات توظيف الأموال كانت أكبر عملية نصب وتعرض لها المصريين ونصب لها طابع سياسي وديني أيضا استخدم الدين لتمرير عملية النصب وتورط عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين البارزين للأسف الشديد والمسؤولين أيضا في الدعاية لهذه الظاهرة لها ظاهرة توظيف الأموال وشركات توظيف الأموال أنا مع فريق وطاقم من الشباب اللي كان يعني ينبئ بأنه سوف يصبحون نجوما في عالم الصحفة فيما بعد خدنا هذه المعركة لسنوات حتى كشفنا أمرها ودفعنا الدولة لأنها تتخذ قرارات وتغير القانون وتحاسب هؤلاء وتحمي أموال أصحاب المدعين لدى شركات توظيف الأموال بالنسبة للمصور كانت أعتقد الحملة المهمة كانت حملة لكشف قادة الجماعات الإرهابية الهاربين وفي الخارج وكانوا موجودين للأسف الشديد في عديد من العواصم الدول الأوروبية أنت عارف حضرتك أن فيه تنظيم التنظيم الدولي للإخوان تأسس في الستينات والقام بتأسيس سعيد رمضان زوج شقيقة مؤسس الجماعة حسن البنة وبمساعدة وبدعم شديد من الأمريكان ومن الإنجليز في هذا الوقت ومن الألمان أيضا أجهزة مخابرات مختلفة ومتنوعة وكان الدول دي مفتوحة لدعم هذه لهؤلاء المتطرفين وفيما بعد أصبحت مجال يمنح الملازل الآمن والدعم المالي والغطاء السياسي أيضا للجماعات الإرهابية المتطرفة فهنا كان أبرز تنظيم بنوعاني منه في التسعينات كان تنظيم الجماعة الإسلامية أو الجهاد الموحد اللي نتج عن التحالف الجماعة الإسلامية مع تنظيم الجهاد اللي أسسة في جماعة السيوط والجماعة الإسلامية أسست في جماعة القاهرة فالجماعة الإسلامية فيه فريقين فريق ضم للإخوان وفريق أسس تنظيم مستقلا مختلفا مختلفا عن جماعة الإخوان أو متميزا أو مميزا عنها مش متميزا مميزا عنها ففي الفترة دي كان قادة الجماعة دول يلوزوا أغلبهم في لندن في الأساس فأنا كشفتهم بالأسماء بالتصرفات بالأماكن اللي كانوا موجودين فيها دول أبرز معركة في دار الهلال ومعركة في روزا اليوسف لكن المعركة الإدارية كانت موجودة في دار الهلال ودي معركة يعني كانت بيني وبين وزير المالية الأسبق وكان الوزير الاقتصاد أسبق أيضا الدكتور يوسف بوترس ذالي وكانت يعني كان له مطامع في مطبع دار الهلال الجديدة اللي موجودة في 6 أكتوبر وكانت المعركة تقتضي مني حماية باعتباري من السؤول الأول عن المؤسسة عماية هذه المطبع مطامع بمعنى مطامع شخصية؟ هو استغل دار الهلال كانت وقدة قرد من بنك الاستثمار القومي وما سددتش الأقصاد بتاعته وفرد عليه غرامات وفوائد للضغط علي عندما بعد أن توليت الرئاسة المؤسسة بسلسة شهور لكي أتنازل عن المطبع للوزارة المالية وكان في التوقيت ده في شركة اسمها شركة لونجومان الشركة دي شركة لطباعة الكتب المدرسية كان في عندنا ثلاثة جهات مهمة بقطاع خاص بتستأثر منهم شركة لونجومان بتستأثر بطباعة الكتب المدرسية المميزة اللي هي بنسميها احنا أربعة لون عندنا اللي فيها نسبة ربح وها مش ربح كبير مختلف عن الكتب العادية اللي هي لونين فقط أو أبيض ويسود فالشركة دي كانت بتطبع في مطابع الغير فأنا بمعلوماتي عرفت أنه يعني كانت وزارة المالية هتطرح المطبع للبيع فياخدها تاخدها شركة لونجومان لأن صاحب شركة لونجومان اللي هم نسايب الدكتور يوسف بطرس غالي هو الشوامل اللي نسايب الدكتور يوسف كانوا عندهم رغبة لشراء هذه المطبع أيام ما كان قبل ما أنا أتولى رئاسة مجلس يعني حضرتك تتبعت خط صير الموضوع للنهاية بتاعته واخدت معركة اللي جاءت فيها لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزارة ومدير جهاز المخابرات المصرية عمر سليمان في هذا الوقت والحمد لله نجحت في إنقاذ المطبع النجاحات مختلفة ومحطات دسمة ومن العيار الثقيل إن نجاز التعبير ولكن بعد ذلك انتقالات أخرى وكتبات أخرى وملفات أخرى لو حبيت أقف مع حضرتك في تقييم من وقت بداية حضرتك إلى الآن لو حبيت تحط لي توصيف لعصور الصحافة المصرية هل كانت عصر واحد ولا تنوع نقدر نقول تقليمات أو تقسيمات مختلفة لا طبعا تنوعت واختلفت كثيرا يعني أنا بدأت العمل الصحفي كهاوي وأنا صبي صغير يعني وأنا في ابتدائي وثم إعدادي واستمرت في سنوي والجمعة اشتركت في مجلة مع ثلاثة من أصدقاء العمر الدكتور أحمد يوسف أحمد الدكتور أسامة الغزالي حرب الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق كنا مجموعة دخلنا مع يعني درسنا في التعليم مع قبل الجميع مع بعض وثم التعليم الجميع في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع بعض وفي قسم العلوم السياسية كمان مع بعض باستثناء الدكتور عثمان تركنا وذهب لقسم الاقتصاد المرحلة دي أفضت إلى أن أنا أشتغل في مجلة الشباب أكتب في مجلة الشباب اللي كان تصدرها منظمة الشباب وأمانة الشباب في الاتحاد الشراكي العربي احنا كان عندنا تنظيم سياسي واحد اللي هو الاتحاد الشراكي ومنبسقة منه تنظيم شبابي اللي هو منظمة الشباب بالمناسبة منظمة الشباب دي أمدت مصر بأجيال مش جيل واحد من الخبرات المتنوعة والمختلفة في شتى المجالات مجالات متنوعة كثيرة منها المجال الإعلامي أيضا قدمت كوادر بالتأكيد منهم آخر حد لسه متعين كمستشار للرئيس السيسي للشؤون الصحية دكتور عوض تاجدين كان أحد أبناء وكوادر منظمة الشباب وهو بالمناسبة شخصية تتسم بالكفاءة المهنية والحس السياسي العالي جدا فالفترة دي فترة تتسم بسمة أن في مشروع كلنا متحلقين حواليه وبنسعى لتحقيق هذا المشروع حلم قومي كبير كلنا بنحلمه وبنشارك في هذا الحلم والصحافة أحد أسلحة تحقيق هذا الحلم في هذه الفترة يعني الصحافة في الفترة دي لو قيمناها كانت سلاح من أسلحة الأمن القومي بالزبط كده الفترة اللي تلت ده بعد سبعة وستين حدثت تغيرات هائلة في المجتمع المصري إحنا كان يعني بتقل علينا الجيل الذي على موعد مع القدر وأنه بيتطلع لتحقيق زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية حلم ضخم كبير جدا يعني فجأة صدم بهزيمة مروعة وقاسية جدا يعني ده أصبتنا بصدمة هائلة جدا يعني فالفترة التي أعقبت الهزيمة كانت فترة صعود الطيار الديني لكن الطيار الديني السياسي أو الطيار المتأسلم كما يقل عليه ففي هذه الفترة الصحافة كان بتقاوم بداية نشأ الطيار سياسي ديني جديد يعني هنا كانت صحافة مقاومة لهذا الطيار بالضبط في الفترة دي وصولا لسنة كم؟ نقدر نقول لما بعد حرب اكتوبر والنصر الكبير الذي حققناه فيه تغير هنا نمط الصحافة؟ تغير ليه لأن النظام السياسي في هذا التوقيت اللي هو الرئيس كان بيقوده رئيس أنور السادات فتح السجون خرج الإخوان تحالف مع الطيار السياسي لفترة من الوقت وأنا أعتقد ده كان أكبر خطأ سياسي ارتكبه الرئيس الأسبق وانتهى بأنه أودى بحياته في نهاية المطاف للأسف الشديد الصحافة هنا تأثرت بده ولا قومت واستمرت في المقاومة؟ لا هي تأثرت لأنها كانت تلعب دور باستثناء مجلة واحدة اللي هي مجلة روزا اليوسف كانت بتلعب دورها المؤيد للنظام الروزا فضلت لحد سبعة وسبعين بتلعب دور الكاشف للسلبيات والمنبه لخطورتها والداعي للتصحيح بعض الأخطاء فباستثناء روزا كانت الصحافة بتلعب دور مساير لما فعلها الرئيس السادات النقلة اللي بعد كده؟ اللي بعد كده بعد ما اختيل الرئيس السادات وتولى الرئيس حسن المبارك مسؤولية الحكم للفترة من واحد وتمانين نقدر نقول للفترة الأولى من حكم مبارك اللي هي السيد السنوات الأولى كانت الصحافة تخوض حواراً واسعاً وتتمتع بمساحة من الحرية سقف عالي جداً من الحرية وتتناول الكثير من القضايا المهمة وغير المهمة والأقل أهمية ولكن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتقدم للرأي العام ما يريده من معلومات ومن آراء متنوعة ومختلفة كانت يعني ده فترة من الفترات أنا بعتبرها فترة الظهار الصحافة وأعتقد لعبة المصور دوراً رائداً وقيادياً في هذه الفترة بالمقارنة لباقية المتبعات الصحفية الأخرى النقلة اللي بعد كده الفترة اللي بعد كده ابتدت الصحافة مساحة الحرية أو السقف قل شوية لكن استمرت تمارس دورها في كشف الأخطاء حد ناعي حكم مبارك ولكن طغى عليها في نهاية السنوات الأخيرة من حكم مبارك الجزء الدعائي الأكبر للنظام وكانت في هذه الفترة ظهرت الصحافة الخاصة السنوات الأخيرة من حكم مبارك ظهرت الصحافة الخاصة وكانت من أبرز الصحافة الخاصة في هذا التوقيت كانت المصر اليوم فكانت في الصحافة التي تسمى قومية التي تملكها الدولة كانت هذه الصحافة تسعى لإثبات ذاتها في مواجهة الصحافة الخاصة لو حبيت أعف سؤالها مشي صغير عشان أنتقل للنقطة اللي بعد كده مين اللي كان بيخفض السقف في مراحل الصحافة وصولا للنقطة دي هل كان النظام هو من يعني يضع هذا التخفيض ولا كانت الصحافة فيها نماذج ملكية أكتر من الملك إنجاز التعبير فكانوا بيخفضوا الصقف على أنفسهم والله هو في المسؤولية مشتركة ما بين النظام السياسي وما بين القيادات الصحفية تحديدا النظام السياسي أنا هحكي لحضرتك وقعة تبين دوره أنا فاكر بعد أحداث 18 و19 يناير الرئيس السادات اتصل بصديقه عبد الرحمن الشرقاوي اللي كان رئيس مجلس إدارة روزا ليوسف ومعترضا على العدد الذي صدر بعد الأحداث وكان عددا ناقدا وعددا مهما وأعتقد أن أي حد بيقرخ للمرحلة دي ما يقدرش يتجاهل هذا العدد كان كاتب فيه كل كوادر مجلة روزا ليوسف في أزرب وعلى رأسهم صلاح حافظ وفتح غانم مع مقال الرئيسي لعبد الرحمن الشرقاوي اتصل بيه قاله إن الشيوعين ضحكوا عليك يا عبد الرحمن وبعدها بأسابيع قليلة أعفا من منصبه وتولى مجلة رئاس مجلس إدارة مجلة مؤسس روزا ليوسف ورئاس تحرير مجلة روزا ليوسف الأستاذ مرس الشافعي رحمه الله الأستاذ مرس الشافعي بعد شهر كان مبسوط جدا إن المجلة ما بقيتش مزعجة للرئيس السنة فده معناها إن كان هناك فيه توجيغ ضمن واضح من النظام السياسي إن يعني تصرفوا وسلوك وسلوكا صحفيا مختلفا عن السلوك السابق للمجال في سنوات مبارك ظهر بوضوح دور القيادات الصحفية كان فيه قيادات حريصة على إنها توطي هي السأف عشان تنال الرضا أو على الأقل تنال لول مان تتفادر أن يوجه إليها لوم أنا من تجربتي أنا عضيت أربع سنوات رئيسة من تحرير مجلة المصور لم أتلقى للوم ولا نقد ولا ملاحظة من المسؤولين عن الصحفة اللي هو صفة الشريف رئيس مجلس الشورى ولا وزير الإعلام أناس الفيئي بسناء مرة واحدة ولا رئيس الجمهورية ولا حتى رئيس الحكومة في هذا الوقت أحمد نظير ده ممكن يفسر بحاجتين يفسر أن حضرتك كان الموضوع يعني الصقف شديد الانخفاض أو يفسر أنه كان فيه انفتاح وحرية كبيرة جدا لدرجة عدم التواصل إذا كان هناك أمور مزعجة بالنسبة لها أنا متذكر إحنا كنا بنعمل حملات صحفية نالت الكثير من القضايا الشائكة والمهمة أنا توليت المسؤولية وفي انتخابات للرئيس الجمهورية وكان المرشح المنافس للرئيس الجمهورية زعيم الوافد رئيس حزب الوافد الدكتور نعمان جمعة أنا استضفت نعمان جمعة كان عندنا حاجة بنسميها مائدة حوار الأسبوع نستضيف مسؤول أو شخصية عامة كبيرة ونقشوا في كل طاقم تحرير مجلة المصور ينقشوا الحقيقة الفكرة دي فكرة مقرم محمد أحمد واستمرت أنا عليها بعد ما توليت مسؤولية مجلة المصور كان فيها من الأعداد الصارخة والمهمة جدا حزام العشوائيات الذي يحيط بالقاهرة يبقى التفسير الثاني أقرب في زواج المال مع السلطة أو السلطة مع المال يعني فيه كثير من القضايا المهمة جدا ما كانتش فيها انخفاض في السقف أنا كانت تقدير الشخصي وما زلته مقتنعا بتهزد التقدير أن القيادة الصحفية هي اللي كانت بتحدد السقف بتاعها ففي ناس ارتدوا أن يكون هذا السقف منخفضا وناس ارتدوا أن يكون السقف مش منخفض مش عايزة أقول مرتفعا كثيرا لكن على الأقل زي ما أنا كنتم بقول لحضرتك في البداية أنا تعلمت أن كل الصعفي يستطيع أن يتصدى لأي قضية بس بأي طريقة الأدوات بتاعته يدين مسألة أنه يقتضي حنكة وزكاء في تناول القضية الصحفة الحالية لو حبيت أختم هذا التقييم بها هل أقدر أقول في نقاط سريعة ووضحة من حضرتك وتقييمك وخبرتك الكبيرة في تقييم واحد يشمل الصحفة في السنوات السبع الأخيرة ولا في تقييمات مختلفة ممكن حضرتك تطلقها على حال الصحفة طبعا لن في تقييمات مختلفة لأن احنا في فترة من الفترات اللي عقبت 25 يناير الصحفة كانت بتاخد في كل شيء وما فيش من يتابع أو من يراقب أو من يوجه أو من يدير ووصل الأمر إلى درجة تجاهل الأسس وعناصر المهنية والمصدقية أيضا يعني كان أي شيء بيتم ترديده ونقله وبقى في بدعة أن احنا بنلقل ما يوضار ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بننقله في صحفنا المطبوعة الوراقية تتبعت الصحفة خطى السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي بالضبط السوشيال ميديا هي التي قادت الصحفة الوراقية لفترة من الفترات بعد كده الأمر اختلف يعني نقدر نقول اختلف بعدها ببضعة سنوات قليلة والمشكلة التي تواجه صحفتنا الوراقية مشكلة مزدوجة أولا فيه منافسة خطيرة مش قاسرة على مصر فقط ولكنها موجودة في العالم ما بين الصحفة الوراقية وبين وسائل الإعلام الأخرى كنا في البداية بنتكلم بأنه بنطرح مشكلة الصحفة الوراقية هتقاوم التلفزيون ولا لا فضائيات ولا لا بقى فيما بعد احنا بنتكلم هتقاوم السوشيال ميديا ولا لا والحقيقة هي ما نجحتش في المقاوم وانا اعتقد انه السبب الاساسي ان انا بتكلم على الصحفة قومية او صحفة خاصة بشكل عام ان السبب الاساسي ان احنا اهضرنا فكرة ادي العيش لخباسه يعني لم يتولى امور الصحافة في بعض المواقع المهنيين الحقيقيين فالطبيعي المهني سوف يستطيع ان يكون حريصا بقدر كبير على المطبوعات الصحفية التي نظرها معدل التوزيع نزل بشكل كبير موارد المؤسسة الصحفية نزل بشكل كبير ابتدت الصحافة لان الصحافة القوملة تستطيع تسريح عاملين لديها الصحافة الخاصة بتسرح عاملين او بتدلهم اجازات مفتوحة لفترات زمنية بقى فيه تأثير يعني متنوعة ففيه مشكلة حقيقية بتعانيها صحافتنا الآن هل العيش بقى في ايد خبازينه دلوقتي ولا لسه؟ مش بالكامل مش بالشكل الكامل بنصب الحقيقي للأسف الشديد فيه في الختام كده طبعا مبسوطة بالرحلة مع حضرتك واتمنى تدينا من وقتك تاني يعني تنوارنا تاني ربنا يخليك تعيش على رأسنا فيه اقتراب لحدث جديد يخص نقابة الصحفيين والبحث عن او يعني انتظار نقيب جديد للصحفيين بعض الاسماء بتطرح هنا او هناك ناس بتتكلم هنا وهناك من ضمن الاسماء اللي سمعناها مؤخرا او در الحديث عنها هو اسم عبدالقادر شهيب فهل ممكن يكون في نية حضرتك الترشح لنقابة الصحفيين حال وجود هذا الحديث بشكل كبير خاصة ان الجميع بيحبك يعني انا الله يحفظك وشكرا جزيلا انا اشكر طبعا اللي فكر بالترهيئة دية لكن انا في تقديري ان موقع نقيب الصحفيين يحتاج لجهد مش مش قليل يحتاج لوقت تفرخ كامل من قبل من يتصدى ليه لان يعني في السنوات الاخيرة بقى عندنا بعض المشاكل النقابية والنقابة تستطيع ان تلعب دورا في انقاذ الصحفة الورقية وتطور من اداءها فاعتقد ان احنا محتاجين نقيب لديه الوقت الكافي ولديه الجهد الكافي في هذا الصدد يعني افهم من كده ان حضرتك الفكرة مش منتظرة بالنسبة لحضرتك او غير مطروحة انا فجئت ان في حد بيفكر فيها انا اشكره الحقيقة طب لو حضرتك بترشح حد من الاسماء الحالية ترشح مين ده في النهاية بيبقى تصويت قدام الصندوق يعني في نهاية الامر لكن او في حد بتوجه له دعمك حضرتك شايفوا انه اقدر بهذا المكان لسا ما حدش اعلن انه ننازل يعني حتى الان حتى النقيب الحالي لست ديارة لم يعلن انه نازل وفي اخرين بيمازلوا بيفكروا لكن زي ما قلت لحضرتك اذا كانت الصحافة محتاجة ندي العيش لخبازه فالنقابة ايضا محتاجة ندي العيش لخبازه ما خدش من حضرتك اسم خباز من الخبازين اللي في دماغك اللي ممكن تشوفهم والله عندنا قيادة كوادر صحفية كبيرة وكثيرة بعضها ينتمي اساسا لجيل الوسط ويستطيعوا مش بس قيادة مؤسسات صحفية وقيادة مطبوعات صحفية ويستطيعوا ايضا قيادة نقابتنا لتحمي حقوق الصحفيين ولتحمي المهنة نفسها وتنقذ مستقبلها شايف انه الايام الجاية افضل في حال النقابة او في حال الصحفيين او في حال الصحافة بشكل عام اعتقد انها افضل اذا اردنا ان تكون افضل بمعنى ايه؟ بمعنى اذا اردنا نحن كصحفيين وكدولة ان تكون افضل شايف الارادة رايحة للاتجاه ده؟ اتمنى ذلك اتمنى ذلك اجابات شديدة الدبلوماسية اساس عبدالقادر بحييك على دبلوماسية ده الله يحفظك نورتني وشكرا لحضرتك نورت الدنيا كلها شكرا جزيلا استاذ عبدالقادر شهيب الكاتب الصحفي الكبير شكرا لوجودك معنا مع حضراتكم من هذه الوقفة نذهب معكم سريعا الى صالون المساء مع قصواء خديكم معنا موسيقى مع حضراتكم في هذه الوقفة الاخيرة في حلقة النهاردة وحبنا نختم معاكم رحلتنا في 2020 قبل ما ندخل 2021 مع واقفة فنية ثرية وملهمة ومؤثرة جدا وكمان بتحمل طبع مصري قوي من ورنا النهاردة واحدة من الفنانات الحلوين اللي اول ما تشوفها على الشاشة تفتكر فيها تصرفات الام المصرية شخصية الام المصرية بالحب والقوة والحزم وعندها صوت مميز وحضور جاذب جدا بيلفت النظر ايا كان النجم اللي حواليها او اللي موجود فيه المشهد اللي هي موجودة فيه بتقدر تخطف الكاميرا منوراني النهاردة الفنانة القديرة والجميلة لأستاذ حنان يوسف منورة الدنيا أستاذ حنان واهلا بيك مش سيدة نورك وده كلام جميل جدا لا ده حقك علينا والله احنا بنحبك منورة الدنيا كلها الله يخليك أستاذ حنان يعني محطات مختلفة حضرتك عدتي فيها في عالم الفن لكن دايما الناس بتبقى مهتمة هو الفنان دخل عالم الفن ازاي او بدأ ازاي او ايه الخطوة الاولى ايه بقى الزكرة اللي ممكن حضرتك تشاركينا فيها في القطار ده؟ عايز اقول خطوة خالص انا كنت بدور على الشغل عادي يعني في الحياة صحابي قالوا لي انت بتهزري انت تمثلي اشترم يا جماعة انا بتكسر او بس تعالي ودوني الثقافة الجماهرية فقابلت احمد اسماعيل المخرج وبعدين كان بيعمل حاجة اسمها صهرة رفعية وفعلا خادني كنتش عارف حاجة خالص واشتغلت معا في صهرة رفعية اول اعمل ايه؟ قال لي اعمل انت عايزاه هو كان راجل رقيق جدا جدا وحساسه يعني بيعرف اللجوه الناس قال لي اعمل انت عايزاه عايزة توقف تتكلمة عايزة تقعودي بتاع صوتي مش طالع لما عرضنا في القاهرة كنت مرعوبة جدا فعلا صوتي مش طالع وبعدين رحنا عرضنا في بلدهم شبرة بخوهم ودي كانت تجربة عظيمة يعني خلتني اكمل في التمثيل اولا يوم النص كان تقليف جماعي مع الفلاحين صحابهم وبعدين يوم العرض كان في عيد في البلد كل الاطفال اللابسين جديد اكنوا في العيد كل البيوت مطلعة دكاك كل البيوت جايبة شاي عشان ديوف اللي جايين من مصر وكانت زحمة فضيعة احتفاق بيكم يعني والناس محتاجة مصرح يعني وعملنا العرض بس صوتي تلاقي وكان من هي المرة دي انا قلت طيب انا هكمل في التمثيل كملت في التمثيل وبنتكلم المصرح عالم صعب ويعني معلم جدا ويعني مش بس بنتكلم انه واب والفنون والاداب وكل الحاجات لكن كمان بيدي جرأة من نوع خاصة وبيغير شخصية الممثل او الفنان النقلة من المصرح للدخول لعالم الشاشة بقى الدراما والسينما والحاجات الفيديو اه انا كنت فاكرة اني هشتغل مصرح بس كنت فاكرة ده عشان حبه ده اه حبه ده انا عرفت المصرح حبيت المصرح وبعدين عملت فيلمين مع خيري بيشرب احيي انا ما بقولش استاذه بتاعي بس هما قسدت زيتي سواء الاستاذ احمد اسماعيل او استاذ خيري بشرب وبعدين عملت معاه فيلمين وسكت قعدت بقى فجال استاذ حسن الجريتلي اللوسطة بتاعنا بتاع فرقة الورشة وده عاني فرقة الورشة وتخلت فرقة الورشة تقريبا 15 سنة دي فرقة حرة نير تجارية يعني مش خاصة وكنا بنعمل عروض وساعات بنعرضها في الاوبرا بنعرضها في اماكن مختلفة وكنا بنسافر بيها في مهرجانات افينيو وكان في لندن فيه سافريات كتير حسن بقى يعني هو اللي فهمني اول صوت منين عايما كنتش عارف اعمل ايه اواف ازاي يعني الخبرة بتاع فرقة الورشة وحسن الجريتلي هي بقى نفعتني في مصر اكتسبتيها بعد كده بقى او استفدتي منها بعد كده طبعا اه توقف من يعني فيلمين او عملين دخلت سيهم بعدين بتقولي 15 سنة تقريبا مكنش فيه في الوقت ده اي فيديو ورشة بس اه مكنش فيه مكنش فيه عروض ولا مكنش فيه اقبال من حضرتك او طلب من حضرتك للنوع ده من العمل لا انا كنت مكتفية بالورشة اه يعني التمثيل هم مشبعة تمثيل الزمالة اه الاجواء كانت حلوة بالنسبة لحضرتك اه حيلة يعني انتماء العودة للفيديو مرة تانية كانت من خلال ايه كان اول حاجة من استاذ خيري بشارة كان بيعمل مسلسل انا ناس يا اسم اشتغلت معاك كده وبعدين استاذ محمد ابو السيف عمل بنت افندينة اشتغلت معاك جرقت اكتر وهكذا ده وليك كان محتاج جرأة مختلفة بالنسبة لحضرتك رغم انه الناس يعني يقولوا دايما الوقف على المسرح خلاص مفيش حاجة توقف قدامه يعني لا 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 كل حاجة المايك مرعب الكاميرا مرعبة المسرح مرعب كلها مغمرة يعني موضوع التمثيل ده مغمرة بنخشها واحنا بنحب المغمرة يعني اول نجم كبير يعني وكان مؤثر في حضرتك انك توقفي قدامه كان مين عاد الامام كان فارق بالنسبة لحضرتك طبعا انك توقفي قدام عاد الامام بس انا بحبه جدا يعني اشوفه بس على الشاشة هتبسط كده وحس ببهجة انا وقفت يعني قريب من اربعة تلات سنين بس بس كان انا كنت غايفة طبعا اشعاعات انه هو غتيته بتاع طبعا انا متحفظ على الكلمة يعني انه ممكن يكون صعبة في كواليس العمل او كده انا قلت ايه؟ قلت حاجة تانية عيب يعني؟ ممكن اه يعني على الهوم لا انه هو شديد يعني او شديد اه احنا عادين في قوادنا لانه هو جاعد علينا كلم معنا وهذر بك الحكاية ده خلنا اشتغلنا مع بعض كتير راجل عظيم احبه جدا فاكرة حضريتك جملة الهلك او حاجة معينة طبعا هو انا بعرف او بسمع او بنسمع انه الاسماء اللي بتكون حواليه بيبقى من يعني معظم الوقت من اختياراته او هو طالبهم او شايفهم في الدور ده فحضريتك حصل معاك كده او كان ترشيح استاذ عادل امام للمشهد او للمشاهد الدور لا انا معرفش ترشيح مين بس هو كان مرحبية جدا لان قبل كده شفته يعني مرة في مطعم مرة شفته معرفش يعني عارفين بعض بس ما تكلمناش خالص فكان اعملت مشهد جدا تاني يوم جاء اللي كان هايل انا فرحت طب دور الام المصرية يعني علق مع الناس قوي حضرتك بتقيمي ده ازاي او بتشوفي ده ازاي عاصل الامهات اتغيرت بمعنى ايه انا فاكرة امي وعارف امهات يعني عارف خلاتي وامهات صحابي زمان كانوا امهات كانوا موجودين دايما في البيت كانوش بيشتغلوا كانوا مهتمين بحاجات غريبة مهتمين بالموعيد الاكل سبتة مهتمين بانهم كل فترة بيضونا شربة كانوا مهتمين بتفاصيل وتقوس بقى بتاعت الكحك وتقوس الحلبة وتقوس استسيح السمنة كان فيه تقوس كده في البيوت زمان نعم الامهات دي والخلات انا حبتها يعني حبتها كنت فاكرة الدنيا هتكمل كده بس ماكملتش يعني الام بقت بتشتغل والاب بيشتغل الظروف الظروف الحياة اختلفت جدا والتقدم اختلف جدا فالدنيا اختلفت بس فانا بحاول ابقى زي الامهات اللي انا شفتوه اه يعني حضرتك بتقدمي الام اللي احنا مفتقدينها فده بيخلي الموضوع مؤثر مع الناس انهم بيشوفوا النموذج اللي كانوا بيشوفوه زمانه وبطلوا يشوفوه امهاتهم بتقابلي ناس بيبقى رد فعلها او فيه تعليقات بتيجي لحضرتك في قطار دور الام تحديدا اللي دايما بلاقي الصور بتشوفي اكيد حضرتك السوشيال ميديا ناس حتى الصور بتعليقات معينة او كوميكس معينة او حاجات كده شخصية حضرتك ناس بتقولك ده؟ ايوه طبعا كتير بس انا عادة في الاماكن اللي انا بروح فيها كان سحاب اولاد اخواتي الشباب بيسموني خالتي فكان بقولوا خالتي لان هم ممكن يقولولي اسرارهم عشانها مش ماميتهم وقتيت في نفس الوقت حاسين ان في يعني محوطة ما يعني فاحنا فينا الامومة كلنا بنك الحظ صح الفيلم ده حضرتك كنت موجودة فيه؟ ايه؟ بنك الحظ؟ مين فيه؟ انا معرفش طيب ننتقل لفيلم اخر ممكن على فكرة اه انا بس احصها خارك مش فاكرة الفيلم طيب لو في فيلم تاني حضرتك متذكرة دور الام المصرية بالنسبالك عملتي فيه كان فيلم ايه؟ مش فاكرة برضو لا فيه ام صعبة فيه الحدادة اه الحدادة كانت ام شديدة قاسية بمعنى قاسية اه لان هي كانت حدادة اه ده مرتبط بدا؟ اه اتشكلت مع الحديد من صغرها هي عالتها كلها بتشتغل في الحدادة وهي كمان كالستة كانت تشتغل في الحدادة دي رواية كتبها يحيط طهر عبدالله وكان اساس غيري بشارة عملها فيلم فانا كنت اريها من الرواية وقاريتها في السيناريو فانا عارفة الحدادة دي بشوف زيها برضو عايز اسأل حضرتك على اكتر دور حسيتش شخصيتك الحقيقية فيه او لقيت نفسك فيه كان ايه؟ دورين مع كاملة استاذة كاملة ابو ذاكري اه سجن النسا عشان كنت فكت وميت وش حضرتك في الحقيقة شخصية يعني فارفوشة زي ما بنقول كده اه جدا فلاقيت نفسك في ده بسيطة يعني كمان وده البساطة دي مريحة لحضرتك في الحقيقة يعني خالص ماخدى الامور ببساطة ملا هنعملين مقدم ناشغل كده بتاعتي يقولوا انه الشخص اللي بيوصل للمرحلة دي بيبقى عدى بتجارب قاسية كتير في حياته وحولته للحالة دي ده حقيقي؟ طبعا طبعا ما هي التجارب الشديدة دي تعمل حاجتين يعني تعمل حد قاسي جدا يعني تعمل حد خلاص عارف اخرتها لا مبالاة يا ما دقت على الرأس طبول ايه اصعب طبول دقت على حضرتك على رأس حضرتك انجاز التعبير؟ في طبول شخصية وفي طبول مرضية وفي طبول عائلية كده يعني كان فيه كانسر وكان اني ما وفقتش في زواجي فالتجاربتين كانوا قاسيين وصلوا حضرتك لمبالاة او التصالح انجاز التعبير؟ يمكن تروما انا مقاربش اللي انا فيه لا بس هي ممكن تكون يعني التصالح الحكمة كبرت بقى كبرت يعني هحارب على ايه ولا؟ يعني خلاص والحمد الله يعني لو الدنيا عادت تاني من الاول نفس اللي حصل عايزها يحصل تاني هتعيدي تجربة تاني انا مش ندمانة خالص لان كل اللحظة حتى لو كان اخيرتها فشل يعني اذا بيسموا ده فشل كل اللحظة كان لها معنى وطعم واتبسطت وحبيت حتى اثناء العملية يعني كانت حاجة مرعبة وكده بس انا كانت صحابي واهلي والناس اللي حوالي وحبهم واهتمامهم كنا بنقضي ايام بنتحك طول الليل يعني في عز ده فكل اللحظات ليها جمالها طبعا ليها جمالها يعني زي يعني بتعدي يعني بتخطي اسودها يعني حضرتك منتظرين مشاركة في اعمال قريبا او حاجة اتنوري فيها الدنيا تاني مرة تاني بيه كلام بس ما فيش اكيد خالص طبعا انا كنت مستنيها كاملة نعرف ان احنا كلنا مستنيين كاملة بس ما عرفش هي فينا يعني اه كنت مستني او منتظر على المشاركة مع عمل للاستاذة كاملة اه لان هي بتعرف تطلع اللي جوانا كويس ان شاء الله نشوف حضرتك منورة مع استاذة كاملة بإذن الله قريب ان شاء الله في عمل يكون ناجح وجميل وتنورينا وتبسطينا فيه ان شاء الله ومبسوطة بوجود حضرتك وان كدتينا من وقتك النهاردة وفطفطي وحكيتي وقلتي كلام جميل والحقيقة البساطة والتصالح والروح الحلوة دي يعني اعتقد انها ممكن تكون رسالة حلوة في نهاية عشرين عشرين وندخل بيها عشرين واحد وعشرين تبقى جميلة ان اللي فات خلاص يعني ننساوه اللي جاي يبقى حلو ان شاء الله وننتظر العحل ان شاء الله كل وقت فيه واحد حتى في كورونا صحيح فيها وقتها الحلوة برضو لا يعني ما فيش الضلمة دي لا ما كنا موتنا لو الضلمة دي كنا موتنا صحيح في كده وكده موارتين يا استاذة حنان مبسوطة بوجود حضرتك ويا رب دايما التوفيق والتصالح والسلام والنجاح لحضرتك وليلناس كلها موارتين جدا شكرا جدا مع حضراتكم من هذه الوقفة الإنسانية المبهجة الجميلة شوف حضراتكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من المساء مع قصواء ان شاء الله عشرين واحد بعشرين تبقى سنة جميلة وتبقى مختلفة بالنجاح وبالتفرد وبالتصالح والسلام اللي فيها اللي فات خلاص مات وننساه واللي جاي ان شاء الله نستعدله ونتفائل دايما تفائلوا بالخير تجدوه كل سنة وحضراتكم بخير شوفكم على خير في حلقة جديدة من المساء مع قصواء لكم تحياتي قصواء الخليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة